حياكم الله مشاهدين الكرام من نديد ومثل ما قلنا قبل الفاصل عندنا موضوع مهم الذي يهم كل أفراد الإسراء والمجتمع خاصة في وقتنا الحالي وأكيد عندنا ضيف مميز تباينة الآراء حول تواصل المحاميين مع الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيما رأى البعض أن الهدف يكمن في توعية أفراد المجتمع قانونيا ويرى البعض الآخر أن تقديم النصائح والإرشادات القانونية عبر هذه الوسائل غير مفيد بالدرجة الكافية للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا اليوم استضافة المحامي أستاذ إبراهيم الحسني عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين يا مرحبا بك أستاذ إبراهيم نورنا في برنامج تواصل مرحبا بكم يا أهل وسائل وداخلين عليك جامع اليوم على المحاميين وانا جاهز إن شاء الله لا ما يحتاجي جامعك جاهز يمكن ونحن يمكننا أول شيء يقولك يا دير بالك دير بالك من حلقة دير بالنا من كل شيء أيوة مثل ما أنت دائما عبر وسائل تواصل التستماعي عندك حملة جميلة توعوية دير بالك في البداية أنا أتعرف عن الحملة عقبا نسأل عن أهداف الحملة عرفنا عن هذه الحملة دير بالك بسم الله الرحمن الرحيم أول شيء أشكركم على الاستضافة وأشكركم على الاستقبال الحار واجب يعني الكرم الضيافة ويعطيكم ألف عافية وشكرا على تصليط الضوء على الشؤون القانونية والأمور القانونية التي تهم المجتمع فكرة دير بالك بدأت معي يمكن اللي يعرفني يعرف أكثر أني أنا مهتم بمسألة نقل المعرفة وأي شيء أنا عرفه أحب أنقله وأحب مسألة التدريب والتعليم والتعليم الآخرين وأي معلومة عندي أنا كشخص شارك ما أحب أبخل فيها شارك عن غيري يعني أبخل أبخل في هذه المعلومة عن الناس فأشارك الناس بهذه المعلومات ولما دخلت في مجال المحامة ممكن أنا دخلت في المحامة متأخرا في 2014 ولاحظت من خلال الاستشارات التي تتيني والأسئلة التي توصلني من الناس أنه في عطش نعم في هذا الجانب فقلت خلني أبدأ بإرسال رسائل توعوية بسيطة خلني نقول كابسولات أو سندويتشات سريعة قانونية سناكس سناكس تقدرين تقولين يعني توصفينها بهذه الطريقة وكان وقتها الإنستجرام يعطي فرصة في الفيديو 15 ثانية صحيح فكنت أعاني في مسألة اختصار المعلومة العميقة التي كنا مثلاً ممكن شرحها أو الدكتور في الجامعة يشرحها لمدة ساعة أختصرها في 15 ثانية كيف أوصل المعلومة بشكل بسيط وبشرط أن تكون المعلومة هذه مفيدة المتلقي العادي يسمعها ويستفيد منها ويفهمها ويفهمها نعم صحيح من خلال الأسئلة التي كانت التيني والاستشارات وتجارب الناس ومشاكلهم يكون واحد مثلاً في المطار وراكب الطيارة ويلاقي واحد يقول له لو سمحت ساير الدولة الفلانية يأخذ معك هذا الكيس ووصله يوصل هناك يلاقيه مثلاً فيه مخدرات فيه ممنوعات فيه أشياء مشروقة هذه مشكلة تحتاجها تنبيه فكانت واحدة من الموضوعات مثلاً التوقيع على الأوراق على بياض مثلاً هذا موضوع نعم شرحه يطول لكن اختصاره في 15 ثانية كان هذا هو وهذا اللي يحتاجون الناس وهذا اللي يحتاج الناس وما يحتاجون شرح طويل فيه ناس يطلبون الشرح الطويل وفيه ناس يطلبون مني ليش ما تسوي فيديوهات طويلة 10 دقايق وربع ساعة على يوتيوب مثلاً صحيح ممكن نسويها لكن المتلقي العادي يبغي الاختصار اللي يسوي سكب وسكب وسكب يبغي يسمع السريع هذا يبغي يسمع على السريع معلومة تفيده ويروح للمعلومة صحيح أستاذ إبراهيم هل سبق لك مثلاً عبر قنوات التواصل الاجتماعي أنك حليت مشكلة معينة على تغريدة معينة مثلاً أنت حطيتها على تويتر هل تلقيت أو تلقيت مشكلة معينة وصار حلها؟ ما بغي أقول وايد لكن حصل أكثر من مرة أني أنا أكون شرت معلومة معينة وأصادف شخص بعد مثلاً سنة أو سنة ونص يقول لي بسبب فيديو أنا شفت عندك انحلت مشكلة أنقذتني من موقف كنت يعني من مشكلة كبيرة كنت سأقع فيها بس لما شفت الفيديو وقفت ورجعت تحدث في أكثر من موضوع وفكرة أنه دير بالك هذا التحذير هو كان الكنسبت الذي كنت تعمل عليه أنه انتبه إذا سويت كذا بيصير كذا سبه لا تسوي كذا لأنه بيصير كذا وهكذا جميل يمكن أن السادة إبراهيم مثل موعدنا في الإعلام البعض يسعى إلى السبق الصحفي والسبق في نقل الخبر يمكن كذلك نلاحظ هذا على أغلب المحامين خصوصاً في وسائل التواصل بكل صراحة يكون هناك سبق في إبداء الرأي على بعض القضايا الموجودة على مستوى الأفراد أو المستوى المؤسسات يمكن في المجتمع أو المجتمعات المحيطة فإبداء الرأي هذا هل هو أمر صحي للمجتمع أو ممكن يضر المحامي ويضر المجتمع ويضر الأفراد اللي ممكن المحامي يتسرع في الحكم عليها يعني أنا وجهة نظري أن الواقعة اللي موجودة الآن ومتداولة ما يصح للمحامي أن يبدي رأي فيها ليش؟ لأكثر من سبب سبب الأول أنه ما تطلع على تفاصيل القضية أو تفاصيل الواقع هناك خبايا عندما توصلنا إلى ملفات القضايا نكتشف فيها خبايا لا موجودة لا موجودة واحد قتل واحد مثلا لكن ما وراء هذه القصة لا أحد يعرف إلا عندما نقعد مع القاتل ونسمع مننا القصة وتفاصيلها نفهم ليش قتل وليش ارتكب هذا مثال هذا السبب الأول السبب الثاني أن المحامي عندما يبدي رأي في القضية والقضية ما زالت متداولة ممكن أصحاب هذه القضية يطلبون مشهورته أو يطلبون مساعدته فإذا كان أبدأ رأي من الأول وإنت عملك أصلا مسامحني أقدر أقول لك يعني إحنا عملنا عمل خاص صح ومثل ما الطبيب يعني رزقه من مرض الناس صح ومعالجتهم المحامي المحامي مشكلة يعني رزقه من المشاكل رزقه مش من المشاكل من هذه القضايا القضايا التي يحلها فإذا أبدأ رأيك في كل القضايا المتداولة متى الناس هذين بيونك ويسألونك متى الناس هذين بتقدر تساعدهم أو تدخل في القضية وإذا أبدأ رأيك بشكل علني وبعدين اكتشفت أن رأيك هذا غلط كيف تروح ترافع صحيح عن هذه القضية أمام المحكمة رح تطعن في مصداقيتك فأنت ما تنصح أن المحاميين يتسرعون في اتخاذ القرارات أنت ممكن ترسل رسائل قانونية عامة لكن لا تتكلم عن قضايا حالة قضايا موجودة والناس تداولها لا تبدأ رأيك فيها لأن رأيك هذا ممكن يتغير لما تعرض عليك التفاصيل أستاذ إبراهيم اليوم وسائل التواصل الاجتماعي طبعاً صار فيها وجهة نظر وآراء كثيرة من المحاميين يعني نقدر نقول مثل ما أنت تفضلت رسائل قصيرة وتوصل وفيها عمق كبير ولكن توصل بطريقة جداً جميلة ومختصرة هل يترى اليوم مواقع التواصل الاجتماعي حلت مكان الإداعة والتلفزيون لأن قبل كان التلفزيون والإداعة هو الفوكس الأكثر فهل أنت برايك يعني شوف أنه حلت مكانها ولا كل واحد لي خط صير معين هو كل واحد لخط لكن تبقى الثقة والمصداقية في التلفزيون وأعتقد في القنوات الرسمية أكبر من السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي مواقع التواصل الاجتماعي مفتوح للجميع أنا أقدر أفتح قناتي وأقول فيها اللي أبغي وأي واحد يقدر يقول اللي يبغي صح ولا غلط أقدر أقول ما في رقيب ما في رقيب غير المجتمع نفسه ونحن هذا السؤال اللي كنا بنجاين نسأل شيء القنوات الرسمية لا فيها رقابة وفيها مسؤولية على أي معلومة تطرح على الجمهور فالمصداقية والثقة في القنوات الرسمية أكبر أكيد بدون شك وما في نقاش في هذا الكلام رغم اللي يقولون أن السوشيال ميديا غطت على التلفزيونات وغطت على الإذاعات غطت من حيث الانتشار لكن اليوم وأنا أجلب في السوشيال ميديا إذا شفت فيديو مصور في تلفزيون ثقتي فيه أعلى من أي فيديو آخر حتى وأنا أشوفه في نفس المنصة قلت لأنه موثقين نعم فهذا واضح وما زالوا هناك يعني ما شاء الله بعض المحامين اللي في مواقع التواصل الجسمائي أعطوا نفسهم هذه الصفة الرسمية بحكم ثقلهم واتزانهم وثقافتهم الكبيرة اللي أعطت ثقة ما بينهم وبين الجمهور وحرصهم على اختيار المعلومة اللي تفيد المتسمع صعب أن الواحد يلقى عليهم غلطة أتفق أستاذ إبراهيم حديث ممتع الأمانة في هذا المجال والتوعية واجبة علينا وما زلنا مستمرون ياك إن شاء الله في هذا اللقاء ولكن مشاهدين الكرام بنأخذ فاصل نرجع نستمر مع المستشهر القانوني إبراهيم الحوسني حياكم الله من نديد مشاهدين الكرام في تواصل مع ضيفنا إبراهيم الحوسني المحامي المستشهر القانوني اللي نستمتع في الحوار وياكم محامين مشكل عام الله يطوي العمر ركيمكن اتكلمنا قبل اللقاء عن المحامين أنا للإجازة عشان بعد وقت الحلقة يمكننا حالنا من حالكم كالإعلام الكإعلامين موجودين في ساحة السوشال ميديا نتابع بعض ونتواجد وغيره ونعرف أنه في حضور قوي للإعلامين خصوصا فترة الأخيرة بحكم يمكن الترويج بحكم يمكن نقل المعرفة مثل ما أنت ذكرت ولكن أنا كمتلقي اليوم عندي مجموعة كبيرة من المحامين اللي أشوفهم يبدون أراء كثيرة السؤال يطرح نفسه اليوم أنا كمتلقي كيف ممكن أبني المصداقية وثقتي مع المحامين على كثر ما أتابعهم في السوشال ميديا خصوصا أن الكلم منهم يشرح قوانين ولكن في ساحة الميدان نتكلم في تحت قبة القضاء كيف أعرف المحامي اللي ممكن يفيدني بشكل أفضل اختيار المحامي له معايير أخرى غير السوشال ميديا ما غنصح عبدا أنك تتابع محامي أو تروح له وتسلم قضيتك لأنك شفت في السوشال ميديا رؤيتك له في السوشال ميديا ممكن يعطيك إحساس أن هذا يفهم أو لا يفهم ممكن يساعدك أو لا أو متخصص في المجال الذي تريد أن تسأل فيه أو لا هذا واحد من المعايير لكن الأساس أنك تبحث فيه أشياء أخرى خبرته، مكانه، ما هي القضايا التي تعمل فيها يحق لي أطلب القضايا التي تعمل فيها لا تطلب القضايا تسألها أو تسأل عنها جميل تسأل عن القضايا تسأل تشوف الموقع الإلكتروني الخاص فيه تقعد معه الجلسة مع المحامي هي التي تعطيك المؤشر النهائي أو التقييم لأنه قادر على حل مشكلتك أو لا في النهاية لا تستطيع أن تحكم على المحامي درجة 100% لأن أي رأي يعطيك هذا الرأي في النهاية هو اجتهاد والإجتهادات ممكن تختلف وهي علوم إنسانية يعني أنا ممكن يكون عندي رأي ويكون عندك رأي والرأي النهائي للقضاء نعم فممكن أقول لك استشارة ويقول لك رأي ويكون متأكد منه وبعدين لما نروح للقضاء نفاجأ أن القضاء عنده توجه ثاني ويحكم يحكم نعم حجم هذه الخبرات التي نمر فيها هي التي تحكم من وأحسن من الصحية محامي عن محامي بالضبط طبعاً أستاذ إبراهيم كانت عندك فكرة وأطلقتها اللي هو المحام الصغير صحيح نتكلم عن المحام الصغير اليوم كيف يتلك الفكرة وما هو الهدف من إطلاق هذه الفكرة بشكل عام الفكرة قديمة بدأت شخصية في المكتب وكانوا عيالي عندي في المكتب وكاننا نتكلم عن التوعية القانونية وكانوا صغار يعني ثمان سنين وسبع سنين جميل فقالوا ليش ما تعلمون الأطفال فقالوا ليش ما تعلمون الأطفال القانون كلام هذا في 2016 و2017 تقريباً ففعلاً بدينا بشكل فرد في المكتب نطلق مبادرات نساهم في بعض الإذاعات جميل نوجه بعض الرسال للأطفال إلى آخر وبعدين وقفت هذه المساهمة مع دخول كورونا شاركنا في بعض المدارس في يوم الطفل الإماراتي ويوم الطفل العالمي كمكتب جميل وبعدين توقفت مع ظروف كورونا وكان على التوازي المستشار الدكتور عدنان الحمادي أيضاً أطلق مبادرة في مكتبه أيضاً ويعلم الأطفال القانون بطريقته وبأسلوبه بأسلوبه نعم اليوم بعد ما انتهت الأزمة والحياة رجعت الحمد لله بالعالمين يعني بشكل سريع رجعنا نتكلمنا مرة ثانية أنا والدكتور عدنان واليوم بصفتنا في جمعية الإمارات المحامين تبنينا الفكرة وأطلقناها على أرض الواقع ونفذناها ولقد أقبال كبير من أولياء الأمور والأطفال وأتوقع أستاذ إبراهيم جميل أن نرى الثقافة تنتقل للأطفال يعليه كذلك أكيد مهم جداً طبعاً طبعاً شكراً جزيلاً لك أستاذ إبراهيم أعتواجدك اليوم معانا في برنامج تواصل شكراً على هذه المعلومات الجميلة التي أعطيتنا إياها شكراً جزيلاً لك